موسيقى نشرة الحصاد من قناة الجزائر الدولية مرحبا بكم وتتابعونا في العنوين لجنة تصفية الاستعمار بالجمعية الأمامية تسلط الضوء على ملف النزاع في الصحراء الغربية أمام مطالب متصاعدة بضرورة تحل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالحزم لصد انتهاكات الاحتلال المغربي موسيقى شركات ومؤسسات من محيط الملك محمد السادس متهمة بنهب جيوب المغاربة والتلاعب بأسعار الطاقة موسيقى تجدد المواجهات بين مسلحي الحوثي وقوات الجيش اليمني بعد الإخفاق في تمديد الهدنة موسيقى مجلس الدومة يصادق على انضمام أربع مناطق إلى الاتحاد الروسي والاستفتاءات تجر سفراء موسكو للمساءلة لدى دول أوروبية موسيقى في النشرة تابعون صندوق النقد الدولي يحذر من دخول العالم أسوأ أزمة غذاء منذ خمسة عشر عاما وأكثر من ثلاثمائة مليون شخص مهدد بشح الغذاء موسيقى موسيقى مرحبا من جديد توجه وسطاء إقليميون ووفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أكواص إلى العاصمة البوركينابية وقادوغو الاثنين في عقاب أعلان النقيب إبراهيم التراوري رئيسا للبلاد وسط مخاوف من تأجيل الانتخابات وتفاقم العنف في البلد الواقع غرب أفريقيا أكواص في بيان حثت الشعب على تسوية خلفاته من خلال الحوار داعية الاحترام التزام السلام والاستقرار في البلد الواقع غرب أفريقيا وفي أعقاب الإطاحة العسكرية به غادر رئيس المجلس العسكري لبوركينافاسو بول هونري داميبا إلى الطوغو بعد وساطة دولية ضمت ساحل العاج والطوغو ومجموعة إكواص وبعد موافقته الرسمية على التنحي بحسب زعماء دينيين ومحليين أفادوا أن النقيب إبراهيم تراوري الذي أعلن نفسه زعيما للبلاد قابل استقالة داميبا والشروط التي وضعها الموالون للقائد العسكري الجديد إبراهيم تراوري رافعوا على مروسيا مرددين شعارات موالية لموسكو التي تخوض ضد باريس معركة نفوذ في المستعمرات الفرنسية السابقة غرب والشرق إفريقيا ورغم حالة التوتر التي تسود البلد وما يطبعها من حل الحكومة وإلغاء الدستور أعلن المطيحون بضميبا رفع حضرة جوال الذي فرض الجمعة وفتح الحدود البرية قتل أحد عشر شخصا على الأقل بينهم موظفون رسميون محليون وأصب عشرة آخرون في هجومين انتحاريين تبنتهم حركة الشباب الإرهابية وسط الصومال وفق ما أفاد به مسؤول في الشرطة المحلية الإثنين وقال قائد الشرطة في منطقة حيران إن الإرهابيين شنوا هجومين انتحاريين لمستخدمين متفجرات مضيفا أنه من بين القتلى مسؤول منطقة مكلف بالشؤون المالية ووزيرة الصحة في ولاية هيرشابيل تناقش اللجنة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة في دورتها الاثنين قضية الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار بما في ذلك الصحراء الغربية آخر مستعمرة في أفريقيا يأتي هذا موازاة مع مطالب متصاعدة بضرورة لعب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي دورهما بكل حزم ووضع حد لانتهاكات الاحتلال المغربي النزاع في الصحراء الغربية آخر مستعمرات إفريقيا يجدول ويطرح مجددا على طاولة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة التي تناقش الالتماسات المقدمة بشأن الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار ووفقا لبيان الأمم المتحدة فاللجنة الرابعة تجتمع لاستعراض شامل لعمليات حفظ السلام فضلا عن استعراض البعتات السياسية الخاصة كبعتة المينورسو والتي مهمتها لساسية تنظيم استفتاء في منطقة الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب وهو ما يسعى له المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا من خلال تهيئة الأجواء التي يعكرها عدم جدية المستعمر المغربي في التعامل مع الوضع وكان تأخر التقارير الأممية الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس بخصوص الأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة منذرة بتفاقم الوضع تقرير حذر فيه من خطر التصعيد المستمر من قبل جيش الاحتلال المغربي وتدهور الأوضاع خصوصا بعد انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة واحد وتسعين جهود أممية وانقوضتها سطوة الاحتلال المغربي غير أنها لن تكون حجر عثرة أمام إرادة الشعب الصحراوي الآمل في إيجاد حل عادل يضمن له الحق في تقرير المصير أمام مطالب تتصاعد بضرورة لعب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي دورهما بكل حزم ومسؤولية من أجل وضع حد لانتهاكات الاحتلال المغربي عن المنظوع ينضم إلينا من إسبانيا الدبلوماسية الصحراوي وممثل جبهة البوليساريو في السويد والنارويج حد الكنتاوي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا وشكرا على الاستضاءة ستة عشر إقليما في العالم مصنف في لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة من بينها طبعا الصحراء الغربية ما المرتقب من جلسات لجنة تصفية الاستعمار التي ستكون القضية الصحراوية ضمن جدول أعمالها فكرا على الاستضافة بطبيعة الحال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعون تعقدوا اجتماعا خاصا للجنة الرابعة المختصة بتصفية الاستعمار من الأقاليم الستة عشر التي ما زالت مصلفة من طرف الأمم المتحدة على أنها أقاليم لم يتم بعد البد في مصيرها وبالتالي القضية الصحراوية وإقليم الصحراء الغربية بجغرافيته المتعارف عليه دوليا هو إقليم بالنسبة للأمم المتحدة ما زال تحت إدارة السلطة الإسبانية وما زال خاضع لقوانين الأمم المتحدة ذات الصيلة وبالتالي الجدولة قضية الصحراء القربية اليوم هي إحراج آخر لنظام المخزن والاحتلال المغربي وتذكير لوضعية الإغليم ولكن كذلك تذكير للاحتلال المغربي على أن الصحراء القربية ملك حصري للشعب الصحراوي ولا يمكن التصرف في حبة رمي ما هي النقاط التي سيطرحها الوفد الصحراوي المشارك في الجلسات الوفد الصحراوي بطبيعة الحال البوليساليو منذ سبعينات القرن الماضي تتعاطى معالم المتحدة كممثل شرع مواهيد للشعب الصحراوي بقوة القانون الدولي والشرع السياسية بعد ما خانت إسبانيا الشعب الصحراوي حينما وعدته بتظيم استفتاء حر عادل ونزي يمكنه من تقرير مصيره الأمم المتحدة أصبحت تتعاطى مع البوليساليو كالقوة السياسية الوحيدة التي خول لها الشعب الصحراوي الحديث بأسمه وبالتالي البوليساليو مدججة بقرارات الأمم المتحدة ولكن كذلك بحكم المحكمة الأوروبية الأخير حكم المحكمة الإغريقية الأخير بقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية واللوايح الأمم المتحدة المختلفة كذلك يأتي بعد زيارة المقلوث الأممي الخاص للصحراء القربية استيفان ديمستورا ولقائه بمختلف فاعلي الدولة الصحراوية والبوليساليو طيب وانت ذكرت ذلك تصنيف النزاع في الصحراء الغربية في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار في الأمم المتحدة يعتبر أكبر دليل قانوني على طبيعة النزاع لماذا يتنكر الاحتلال المغربي للقرارات الأممية وهو الذي يزعم في كل مناسبة الالتزام بها اليوم الأمم المتحدة تذكر نظام الاحتلال المغربي أنه احتلال غير شرعي للصحراء القربية وأن نظام المخزر راهنا على حق القوة الذي يمتلكه والأرباط التي بناها بتمويل البترو دولار لبعض الدول الأسف العربية وبالتخطيط إسرائيل وقتها اليوم الأمم المتحدة تذكره أن لا تلك الأرباط ولا تلك أموال البترو دولار ولا شراء ذمم يغنيه من ضرورة مواجهة الشرعية الدولية وضرورة تمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير اليوم الأمم المتحدة تذكر نظام المخزر أنه لا تويت من طرف رئيس أمريكي سابق رحل ورحلت معه تويت ولا بعض الاعترافات التي يبحثوا بها عن الآخر في صفقة خصيصة لإعطاء من لا يملك لمن لا يستحق بإمكانه أن تشرعن له احتلاله للصحراء القربية الأمم المتحدة تذكر نظام المخزن أن المالك الحصل الوحيد للصحراء القربية هو الشعب الصحراوي واستغبال الأمم المتحدة للبوليسانيو مذكرة نظام المخزن أن طرفي النزاع هما الاحتلال المغربي والبوليسانيو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي مشكلة تذكر نظام المخزن هي مع الشرعية الدولية مع القانون الدولي مع الحقيقة الراسخة أن الصحراء القربية يقليم يتميز عن الدولة المغربية الدبلوماسية الصحراوي وممثل جبهة البوليسانيو في السويد والنرويج حدي الكنتاوي شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة من إسبانيا شكرا استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامر الاثنين وزير الدولة الأغندي المكلف بالتعاون الإقليمي جون موليمبا الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر وقد سمحت المحادثات الثنائية بين الطرفين التأكيد على الإرادة المشتركة لدى البلدين لتعزيز الروابط التاريخية الأخوية التي تجمع الجزائر بأغندا والتجديد على نظاليهما من أجل الاستقلال والتزامهما بدعم قضايا القارة في إطار الوحدة الأفريقية الجزائر وأغندا لديهما تاريخ في الدبلوماسية السياسية التي تعود إلى سنين طويلة قبل الاستقلال لقد جئت إلى هنا بمثابة الآخ مع نظرة قوية ورائعة للتاريخ الدبلوماسي المشترك وكذلك لرؤية مدى عمق استشارتنا السياسية في ظل هذه الحالة الكارثية التي تعيشها العلاقات الدولية لذا كأفارقة علينا أن نضعها في عين الاتبار ونكون مركزين أكثر لأنه كوننا اتحاد أفريقي علينا أن نحل مشاكلنا القارية ونجد حلولا لقاراتنا كشف الوزير الأول الجزائري أيمن من عبد الرحمن الأثنين أن صادرات بلاده خارج النفط والغاز ارتفعت بأكثر من 42% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية بالمقارنة مع المستوى المسجلي خلال نفس الفترة من العام الفارض بن عبد الرحمن خلال تقديمه بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب الغرفة السفلة للبرلمان الجزائري كشف عن ارتفاع الفائض التجاري للبلاد إلى 14 مليار دولار بنهاية أوت المنصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يواصل الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بلعرابي التجاني جولته في نيجيريا التي لقيت احتفاءا شعبيا كبيرا وامتد ذلك ليشمل نخبة البلد من ساسة وعلماء ووجهاء يفتخرون بانتمائهم إلى الطريقة التجانية التي يمتد إشعاعها إلى حواضر أفريقيا ودولية للحكمة أهلها أما الدين فله حكماء لا يثيرون جلبا يعملون كثيرا وقل ما يتكلمون الخليفة العام للطريقة التجانية الجزائري الشيخ علي بلعرابي التجاني الرئيس الأسبق لنيجيريا إبراهيم بابانجيدا مرجع في الدين وآخر في السياسة يزور الشيخ الرئيس الأسبق بمقر إقامته يلتقيان ويبتسمان صورة مدللة على تجذر العلاقات بين التجانية ورجالات السياسة وحكمائها في قلب القارة الصمراء ومنهم بابانجيدا أحد أقطابها في نيجيريا رمز من رموزها يرجع إليه في العقد والحل كل مرة عندما يتعلق الأمر برسم السياسات الكبرى واتخاذ القرارات المصيرية ولا شك أن الشيخ بالعرابي الذي جاءت زيارته لنيجيريا في إطار دعوي تزامن وذكر مولد جده المؤسس القطب الأكبر أحمد التجاني يجعل التقارب بين البلدين أولوية من الأولويات الملحة وفي ذلك ما يتجاوز السياسة إلى الاقتصاد حيث ترى المدير العام لشركة النفط النيجيرية يسارع للزيارة موثقا عرى المحبة والاحترام الذي يكنه للشيخ والتيجانية والجزائر ولعل مثيل ذلك ما وجده قطب الطريقة في السينيغال وكثير من الحواضر في إفريقيا والعالم وهنا خص الرئيس ماكيسال الشيخ بدعوة واستقبال رسميين أثمراء تأكيدا وتوثيقا لتعزيز أواصل الصداقة والتعاون بين ذكار والجزائر محور آخر من محاور كثيرة للتعاون بين الجزائر وعواصم إفريقية تربط جسورها الطريقة التيجانية وكيف لا تفعل وحاضنتها الشعبية هناك ملايين من المريدين يبجلون الطريقة وشيوخها سلفا وخلفا عرفانا بتبليغهم رسالة ما كانت لتبلغهم لو لا أن شد أهل عزاء من الرحال إلى أدغال إفريقيا ناشرين العلم والدين والخير العميم اتهم مجلس المنافسة في المغرب سبع شركات مملوكة لأقارب ومحيط الملك محمد السادس بالتواطئ لتحديد الأسعار وتعظيم أرباحها إلى جانب تعطيل المنافسة على حساب المواطنين الذين يواجهون أعلى زيادات في أسعار الوقود عالميا تجاوزات بالجملة تشوب المنظومة الاقتصادية في المغرب أما طلثا معاها مجلس المنافسة في المملكة بعدما سيطرت حاشية الملك على المؤسسات النافدة واحتكرت السوق لصالحها الوضع يبدو جليا في قطاع الطاقة فرغم اعتماد المملكة 29 شركة لتوزيع الوقود تشرف على تسيير أكثر من ألفين محطة خدمات لتسويق أكثر من ثمانية ملايير لتر من الوقود إلا أن سبع شركات فقط تحتكر السوق شركات تابعة لمحيط الملك وشخصيات معروفة بقربها من المخزن تتقدمها مجموعة أكوا التي تتصدر علامتها التجارية أغلب محطات خدمات توزيع الغاز والوقود بقيادة رئيس الحكومة أخنوش الذي يحصي ثروة شخصية مقدرة بـ 1.8 مليار دولار ورقم أعمال تجاوز 2.4 مليار دولار في 2019 إمبراطورية أكوا المسيطرة على سوق الطاقة في المغرب تفرض منطقها على جيوب المواطنين وتستثمر في عوازهم محاجتهم لتحقق أرباحاً خيالية فقط كل التوقعات سياسة التوزيع غير العادل للنشاط الاقتصادي بالمغرب عكسها انفراد سبع شركات بسوق الطاقة أحكمت قبضتها على قطاع حيوي هو ما منحها أرباحاً صافية بمليار دولار في ظرف ثلاث سنوات فقط بإرادة تجاوزت نصف مليار دولار من مبيعات الديازال والبنزين استحوذت فيها أكوا على أرباح بخمسة واربعين مليون دولار بنهاية السنة الماضية مقابل أرباح بخمسين مليون دولار لفيفو انرجي الفرنسية وثمانين مليون دولار لتوتال انرجيز أرقام ومعطيات كشف عنها تقرير مجلس المنافسة اطلع الملك بصفة مباشرة على التجاوزات المرصودة فيها وبدل أن ينصف الملك الاقتصاد المغربي من الاحتكار واستنزاف جيوب المواطنين أصدر قرارا بإقالة رئيس المجلس متجاهلا بذلك صوت المواطني المغلوبي على أمره قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن ليبيا وقعت اتفاقية في مجال الطاقة والغاز مع الوفد التركي الذي يزور طرابلوس من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن مذكرات التفاهم مع ليبيا ستعزز التعاون بين البلدين وكان وفد وزاري تركي قد وصل الاثنين إلى العاصمة الليبية طرابلوس في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا ويضم الوفد وزراء الخارجية مولود شاويش أوغلو والدفاع خلوص أكار إضافة إلى وزراء تجارة والطاقة والموارد الطبيعية كما ضم الوفد أيضا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالم استشهد فجر الاثنين شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم الجلزون شمال رام الله ليرتفع عدد شهداء فلسطين إلى مائة وسبعة وستين شهيدا منذ بداية العام الجاري بحسب ما كشف عنه التجمع الوطني لأسار شهداء فلسطين هذا وتستمر اقتحامات قوة الاحتلال لعدد من مناطق ضفتي رام الله ونابلس في ضعفها صمود وقوة وحتى في قهرها شموخ وعزة أم فلسطينية وأم أخرى من بين كثيرات قبلهن وبعدهن إلى حين خبرنا باستشهاد فلذات أكبادهن وهنا الصورة تقول كل شيء باسل قاسم بصبوس صاحب التسعة عشر ربيعا وصديقه خالد فادي عنبر الذي يكبره بعامين ارتقيا شهدين فجر الاثنين تاركين ثالثهما رأفت سلام عوض مصابا بعدما استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم الجلزون شمال رام الله ولتكتمل أركان الجريمة اختطف الصهينة جثماني الشهيدين واعتقلوا المصاب شهود عيان من المخيم يأمسك بالجرم وأفادوا إن قوة راجلة من الجيش الصهيوني تمركزت في وقت استقل شبان ثلاثة يعملون في البناء مركبتهم متوجهين إلى مدخل المخيم الثالث فجرا مرور شباب عزل كان مفزعا كفاية لإطلاق أكثر من ثلاثين رصاصة أرقت الدماء واخترقت المنازل لتطال اقتحامات الجنود الصهينة صباح الاثنين عددا من مناطق الضفة نيبولس ورام الله واشتبكت مع شبان الغاضبين بارتقاء الشهيدين بصبوس وعنبر ارتفع عدد شهداء فلسطين إلى 167 شهيدا منذ بداية العام الجاري حركة فتح بإقليم رام الله والبيرة أعلنت إضرابا شاملا في المحافظة حدادا على أرواح الشهيدين بينما دانت حركة حماس الجريمة ودعت إلى وحدة الموقف الفلسطيني وتفعيل المقاومة الشاملة للتصدي لجراء من المحتل يعتمد نحو خمس سكان غزة على الطاقة الشمسية في منازلهم توجه يعكس تبني القطاع المصادر البديلة لتجاوز أسوأ أزمة كهرباء بفعل حصار متواصل منذ 15 عاما هي عشرات الألواح الشمسية التي يعتمد عليها ياسر الحاج في تزويد مزرعة الأسماك ومطعم على شاطئ بحر غزة الفلسطينية سبيل مكن ياسر من تقلص فواتير الوقود والأهم تجاوز أسوأ أزمة كهرباء تواجه القطاع أزمة الكهرباء في قطاع غزة دفعت ياسر الحاج ليرهين على الطاقة الشمسية لتطوير وتوسيع مشروعه ومواجهة قطاع يدوم 12 ساعة يوميا وسط الكهرباء تم تقليصه من 150 ألف شكل شهريا إلى 40 ألف شكل شهريا والتوفير هذا طبعا استفدنا منه في أنه احنا طورنا ووسعنا المشروع غير بعيد عن المكان فضل شحاده والآخر خيار الألواح الشمسية لتشغيل مخبزته ومنزله حيث تراصت مئات الألواح الشمسية ليبيع فائض الكهرباء نهارا مقابل تزويده بالتيار الكهرباء في الليل هل ليت احنا بنوصع الأقران طاقة كهربية على اساس نستفيد من الطاقة هذه بتوفر علينا اكتر حجم الإقبال الكبير على متاجر بيع حزم الطاقة الشمسية في غزة يعكس التوجه الكبير لسكانها إلى الطاقة الشمسية كملاذ آمين لتوفير جل احتياجاتهم عنا اللي هو نظام الواحد كيلو اللي هي وهذا تقريبا رينجو أقل من ألف دولار تمام ممكن يدفع اللي هو ما قيمة 30% وباقي على شكات تمام هذا النظام موفر بغطة اللي هي إنارات بحل مشكلة قطاع التاري الكهربائي في قطاع محاصر منذ 15 عاما يعتمد نحو 80% من سكانها على مساعدات إنسانية دولية باتت الطاقة المتجددة سبيلا حتميا للعائلات والمهنيين في غزة بعد أن تحولت لخيار خمس السكان بحسب تقديرات نشرتها مجلة الطاقة والاستدامة والمجتمع الدولية في أفريل الماضي أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول اللبناني كبير أن بيروت سترسل غدا تعليقاتها على المقترح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي إلى المسؤول الأمريكي الوسيط في المحادثات فيما قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاثي إن لبنان على الطريق الصحيح فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين بلاده والكيان وأكد ميقاتي في تصريحات صحفية الأثنين بعد انتهاء الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدة لدراسة مقترح الوسيط الأمريكي هاموس هوكستين أكد أن موقف الجميع في لبنان وحد من أجل مصلحة البلد بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية اجتمع بدعوة دولة رئيس مجلس نواب بدعوة رئيس الحكومة لاجتماع للبحث بالعرض المقدم من الوسيط الأمريكي بما يتعلق بترسيم الخطوط البحرية كان صبق هالاجتماع اجتماع اللجنة التقنية دولة رئيس برري وأنا كان في عنا بعض ملاحظات تبين أن اللجنة التقنية أخدت فيها كلاياتها وحيكون في عنا رد للوسيط الأمريكي ضمن هذا الصياق كاملا حب أكد أن المسلمات الأساسية والأمور الأساسية والأعمد الأساسية في هذا الاتفاق تام وإن شاء الله الأمور بيسر سائرة على الطريق الصحيح وأهم شيء حب أكد عليه أن موقفنا كلاياتنا موقف موحد لما فيه مصلحة لك رد مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم على ما نشره أحد النواب عن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية معتبرا إياها منشورات مضللة غرضها ابتزاز الحكومة وإن باد أنها وثيقة حكومية بديلة عن موازنة 2022 إلى أن خطة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم التي استلح عليها قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تثير الجدل وتتعرض الانتقادات من أغساط سياسية عراقية النائب المستقل مصطفى جبار سند نشر وثيقة يزعم فيها أن الحكومة أنفقت مبالغ مالية كبيرة في تجهيزات وأثاث واقتناء سيارات على حساب الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أرد على منشور مصطفى جبار سند معتبرا إياه تضليلا يهدف لابتزاز الحكومة المكتب عبر عن أسفه عما اعتبره تراجعا في فهم حدود الدور التشريعي لدى بعض النواب الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات للتهريج السياسي ونشر الوثائق المزورة والمضللة حسب وصفه يتزامن هذا مع الزيارة التي قادت الكاظمي إلى أربيل حيث التقى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مصرور برازاني وتباحث حول عدد من الملفات الحكومية والإقليمية المشتركة وفي غضون ذلك عادت العاصمة بغداد لتهتز على وقع الهجمات المسلحة إذا كادت مصادر أمنية وقوع إطلاق نار من مجهول على ظابط برتبة نقيب منتسب للدفاع المدني ومرافق لها وقد فارق الحياة متأثرين بجروحهما البليغة تجددت المعارك بين القوات اليمنية ومسلحي جماعة الحوثي بعد الإعلان رسميا عن انتهاء الهدنة مساء الأحد وفشل المساعي الأممية والدولية في تمديدها وقالت مصادر إعلامية إن اشتباكات مسلحة باستخدام أسلحة ثقيلة اندلعت بين الجيش اليمني والحوثيين في عدة مناطق من اليمن لا اتفاق على تمديد هدنة اليمن بين الحكومة والحوثيين بعد فشل المساعي الأممية والدولية في تمديدها مع الإعلان عن انتهائها رسميا مساء الأحد إثر وصول التفاهمات إلى طريق مسدود وفق بيان للحوثيين يعود خيار الحرب مرة أخرى إلى البلاد حيث تجددت المعارك بين قوات الجيش اليمني ومسلح جماعة الحوثي في عدة جباهات أولى المواجهات اندلعت بين الجيش اليمني والحوثيين بعد انتهاء الهدنة الأممية في شمال الضالع بالأسلحة الثقيلة وفي محافظتي الجوف وتاز اهتزت المدينتان على وقع تفجيرات عنيفة بالتزامن مع اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش اليمني وجماعة الحوثي بمحافظة تاز من جهتها أعلنت مصادر عسكرية بالجيش اليمني عن اندلاع اشتباكات عنيفة في عدد من المناطق في اليمن الاثنين بعد تعطر جهود تمديد الهدنة الأممية مشيرة إلى شن الحوثيين قصفا جويا استهدف عدة مواقع للقوات اليمنية مدينة مأرب هي الأخرى كانت مصرحا للمعارك اثر اندلاع مواجهات عنيفة بين الحوثيين والقوات اليمنية وفقا لمصادر اعلامية سياسيا الحكومة والحوثيون يتبدلان الاتهامات بشأن فشل الهدنة فالخارجية اليمنية حملت جماعة الحوثي المسؤولية مضيفة انها قدمت تنازلات لتمديدها في المقابل قالت جماعة الحوثي ان حكومة صنعاء والتحالف العربي وراء تعطرها خيار العودة الى الحرب في اليمن كان متوقعا برأي محللين خصوصا في ظل رفض اطراف الازمة التنازل عن مطالبهم فجماعة الحوثي تصر على دفع رواتب موظفيها في المناطق التي تخضع لسيطرتها في حين تشترط الحكومة اليمنية تحويل الارادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين الى البنك المركزي في عدن اتهم المرشد لعلى الايراني علي خاميناء الاثنين الولايات المتحدة واسرائيل باثارة الاضطرابات في البلاد عقب وفاة الشابة الايرانية مهسى اميني وفي اول تصريح علالي له على الاضطرابات التي اندلعت على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها ايران قال خاميناء ان هذه الحوادث من تصميم امريكا والكيان الصهيوني ومن اتباعهما خاميناء ايخ اضاف في حفل تخرج مشترك لطلبة جامعات ضباط القوات المسلحة الايرانية ان هذه الاضطرابات من تصميمهما وبعض الايرانيين الخون في الخارج على حد تعبيره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كانعاني ان هناك فرصة لاحياء الاتفاق النووي واستئناف تنفيذ خطة العمل الشامل المشتركة كانعاني اضاف في مؤتمر صحفي الاثنين ان هناك جهود جارية من خلال التنسيق الاوروبي وبعض الوسطاء بمن فيهم وزراء خارجية الدول المجاورة لتبادل رسائل الوصول الى نقطة اتفاق مؤكدا ان الجمعية العامة للامم المتحدة كانت فرصة جيدة لاجراء سلسلة من المباحثات الجانبية صادق مجلس الدوم الروسي بالاجماع على قوانين تخص انضمام اربع مناطق اوكرانية الى روسيا وهي خيرسون ودونياتسك والوغانسك وزاباروجيا وتشكل هذه الاخيرة رقعة من الاراضي او 18 بالمئة من الاراضي الاوكرانية واكد رئيس لجنة مجلس الدومة ان سكان المقاطعات الاربع السابقة سيتمكنون من الحصول على الجنسية الروسية بعد تقديم طالب واذاء اليمين يلتقي قادة دول الاتحاد الاوروبي مع نظراء لهم من خارج التكتل الخميس والجمعة في العاصمة تشيكية براغ لبحث سبل الاستجابة للتداعيات المأساوية للحرب الروسية في اوكرانيا بحسب ما اعلن رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال اشار ميشال الاحد في دعوة وجهها الى زعماء الاتحاد الاوروبي الى احتضان براغ الاجتماع الاول للمجموعة السياسية الاوروبية في السادس اكتوبر الجاري والاجتماع غير الرسمي للمجلس الاوروبي في اليوم التالي فيما تمت دعوة زعماء سبع او سبع عشرة دولة للمشاركة اكد الرئيس الاوكراني فولودمير زيلانسكي ان جيش بلاده استعاد مناطق اخرى بعد بلدة ليمان واكد زيلانسكي ان القوات الاوكرانية استعادت بلدتين في منطقة خيرسون موجها الشكر لوحدات من القوات الاوكرانية اعلنت السفارة الروسية في باريس ان السفيرة استدعية الى وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين دون ذكر الاسباب كما استدعى وزير الخارجية الشيكية السفير الروسي في برايب بسبب الاستفتاءات حول انضمام دونياتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا الى روسيا وزارة الخارجية الاسبانية بدورها استدعت السفير الروسي في مدريد للاسباب ذاتها كما دعت قيادة الاتحاد الاوروبي دبلوماسيا روسيا رفيع المستوى الى بروكسل على خلفية الاستفتاءات قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا ان وزير الخارجية الامريكية انطوني بلينكين صرح علانية ان واشنطن والنيتو لديهما دوافع لتدمير خطي انابيب الغاز نورستريم واحد واثنان واستذكرت زخاروفا كيف تحدث بلينكين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي عن التقدم المحرز في نتاج او انتاج الغاز المسال في الولايات المتحدة والذي تخطط واشنطن لاستبداله بالوقود الروسي الازرق في اوروبا حذر صندوق النقد الدولي من ان تؤدي الحرب في اوكرانيا الى اسوأ ازمة للامن الغذائي منذ الانهيار المالي في الفين وثمانية مع تعريض اكثر من ثلاثمائة مليون شخص لشح الغذاء عبر ثمانية واربعين دولة صورة قاتمة وتحذير شديد اللهجة ذلك الذي حمله تقرير صندوق النقد الدولي عن ازمة غذائية عالمية لم تشهدها المعمور منذ حوالي خمسة عشر سنة تقرير الهيئة المالية الدولية كشف عن تعرض ثمانية واربعين دولة لشح في الغذاء فقمت الحرب في اوكرانيا من حدته وبات يهدد حياة اكثر من ثلاثمائة واربعين مليون شخص عبر العالم تدعية الحرب في اوكرانيا والتغيرات المناخية عوامل تحالفت لتدفع باسعار المواد الغذائية والاسمدة الى مستويات قياسية فقمت من متاعب خزائن الدول الهشة المجبرة اليوم على التوجه لاستدانة سبعة مليارات دولار من الهيئات المالية العالمية لمساعدة الاسر الاكثر فقرا نقدر احتياجات البلدان الاكثر انكشافا على تدعية ازمة الغذاء بسبعة مليارات دولار لهذا العام وحده بما يمكن الحكومات على مساعدة الاسر الاكثر فقرا على مواجهة الامر مخاطر من ازمة جوع قد تود بحياة الملايين من الاشخاص خاصة في الدول الافريقية دفعت بالمسؤولة الاول عن الهيئة المالية العالمية لاطلاق نداء مستعجل تطلب فيه من المجموعة الدولية زيادة مساعداتها الانسانية والغاء حظر تصدير المواد الغذائية ندعو المجموعة الدولية الى زيادة سريعة في المساعدة الانسانية من خلال برنامج الاغذية العالمي كما ندعو الى الغاء حظر تصدير المواد الغذائية الذي تسبب في رفع اسعار القمح بـ 9% ازمة غذاء لم ينجح اتفاق اسطنبول في تبديدها لتبقى عديد الدول الفقيرة رحينة المساعدة المالية للهيئات الاممية والدول الغنية لتجنب هلاك الملايين من الاشخاص الاكثر فقرا ختاما قهوة مزغران الجزائرية الاولى عربيا وأفضل الانواع عالميا وفق ما نشره موقع تاست أطلس المتخصص في الطبخ العالمي لتنافس بذلك قهوة مزغران قهوة فلايت وايت الاسترالية اسبريسو الايطالية والكابوتشينو الايطالية قد ترتشف قهوة لكن أن تتذوق قهوة مزغران الجزائرية فذاك أمر آخر هي تسمية تطلقها لمزيج من مركز القهوة الثلج والليمون ذاع سيتها محليا وعالميا فأصبحت تنافس الاسبريسو الايطالي والفلايت وايت الاسترالية وبهذا توجت قهوة الجزائر بالمرتبة الاولى عربيا ومن أفضل الانواع عالميا فتصنيف نشره موقع تاست أطلس في اليوم العالمي للقهوة المصادف للفاتح اكتوبر من كل عام وفي صورة مرفقة بالعالم الجزائري وصف الموقع القهوة المزغرانية ذات الأصول الجزائرية بالمثلجة التي لا يجب أن تشرب على عجل لجودة مذاقها المميز العابق تعود تسمية قهوة مزغران إلى فترة تاريخية حيث انتصر الجزائريون على الاسبان في معركة مشهودة بسهل مزغران سنة الف وخمسمائة وثمانية وخمسين وتبركا بهذا النصر المؤذر صميت هذه القهوة المميزة يستمر المطبخ الجزائري وفق تاست أطلس في تألق عالميا بعد تأكيد عراقته من خلال عصرانتها التحضير والتقديم والعرض بطريقة مدروسة فبعض المرتبة المشرفة التي أحتلها مقروط اللوز افتكت الرشدة مرتبة أفضل عشرة أطباخ في العالم وليأتي الدور على قهوة مزغران التي اقتحمت العالمية بتميز ذوقها وجودتها التي لا تتنافس بهذا نختم نشرة الحصاد لأخبار أخرى وتفاصيل أكثر تجدونها أو تجدونها على منصاتنا الرقمية تويتر فيسبوك انستجرام ويوتيوب كما يمكنكم متابعتنا أيضا على موقع الجزائر الدولية إلى اللقاء اشتركوا في القناة